دعونا نتحدث عن العملية العسكرية ما مآلت هذه العملية العسكرية بعد الانسحاب البري مع نائب رئيس حيات الأركان الأردني الأصدق دكتور قاصد محمود أهلا بك دكتور قاصد معنا في هذه الحلقة دكتور قاصد الانسحاب الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من معظم مناطق قطاع غزة تطور كبير إلى أي مدى بتحليلك العسكري يشير ذلك إلى تغيير في خطط الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على قطاع غزة جمال تحياتي لك إن شاء الله رمضان ونهاية رمضان سعيدة ومباركة على الجميع آمين آمين شكرا لك يكون عيد فرد وإداية تغيير حقيقي في منطقتنا خطوصا للشعب الفلسطيني العزيز آمين يعني جمال أعتقده ليس تغييرا دراماتيكيا في الحال العسكرية هذه الفرقة قاتلت من اليوم الأول من 2 ديسمبر بدأت القتال حتى الآن هي تعبت قتاليا وخروجها منطقي جدا أن تخلط لي فترة استراحة وعد فلنين ثم أن الجيش الإسرائيلي بعد أن انتهى من الشمال والوسط والآن في خانونيس لم يبقى الشيء التي تعملها في خانونيس يعني في الأسبوع الأخيرة آخر سبعين ثلاث كانت حبارة عن تقديم أهداف للمقاومة فقط لم تأتي بجديد ولا يوجد أمامها ما تقدم بعد هذا 125 من القتال في خانونيس وبالتالي انسحابها عسكريا لم يعد أي حاجة تبقاها في خانونيس الانسحاب مطلوب الإسرائيل بشكل عام في حالة من عدم اليقين من الوضع العسكري عموما استراتيجيا سواء كان في جبهة الجنوب في غزة وما يتعلق ما يلي رفحها القادمة أو المرحلة التالية لغزة بشكل عام وهي الانتقال إلى مرحلة قتال أقل استخدام القطاعات وأقل كلفة من حيث الفسائل وتشغيل الحرب نفسها ثم هناك انتفات أخرى الرفة والشمال أيضا يعني مرسحة تماما أن تنتقل إلى مرحلة جديدة خصوصا بعد الضربة التي تمت للقلصلة الإيرانية في المزة فهذا وإيراقها بالتأكيد أنها تستعد ضربة وتلوح بذلك وهناك نقاش أعتقل سري بين أمريكا وإيران حول هذه الضربة سواء كان مداها أو توقيتها أو ثمنها أو ثمن التراجع عنها أو ثمن تغيبها فبالتالي عسكريا هذه الفرقة انسحبة الآن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الثالثة وهي مرحلة العمليات الانتقائية جدا كما يحصل في الشمال والوسط وهذا أكثر كلفة على غزة حقيقة حتى تكون واقعيين أو الاستعداد إلى مرحلة جديدة قد تكون في رفح وهذا هو سؤالي التالي دكتور قاصد إذا كان استعدادا لرفح ألا أنسوا محل العسكري لكن انسحب كل القطعات من معظم قطاع غزة ألا يتناقض مع نية التحضير لعملية عسكرية في رفح عملية كبيرة إذا كان هناك عملية كبيرة لماذا يسحب كل القوات من قطاع غزة هو لا تناقض فقط هو انسحب من قطاع غزة لأنه مرة أخرى التواجد في المناطق المبنية مكلف جدا يا جمال هناك خسار يومية يعني ما حدث في الزن وما حدث في الأمل في اليومين الماضيات قضيق كان كل فعال جدا وكانت يعني فعلا أعتقد إراقة وجه للجيش الإسرائيلي فهذا الحضور ما عده أي قيمة أسكرية إلا الدفع ثمن يعني أصبح صيدا سهلا لعراسر المقاومة بالضبط نعم يوفر أهداف أخرى للمقاومة وهذا يعني ذكاء المقاومة أيضا وهو خططها بناء على حالة معينة من الاستدراج إلى مناطق معينة وهذا تقيقة عملية الزن كانت عملية متكاملة الأركان من حيث التخطيط والتنفيذ من قبل المقاومة يعني ليست على عملية مصادفة لا بل هي قررت المكان والموقع والأسلوب والأساليب وكيفية يعني كل ذلك كان حقيقة يعني معركة متكاملة فبالتالي إسرائيل وجودها الداخلي غلط ما ليش قيمة عسكرية لم يعد هناك شيء قدمة في قانونيس انسد الأفك تماما لا يوجد أي فرصة لأي هدف عسكري ممكن أن يروج أو يستخدم كورقة نصر أو شبه نصر أو مشروع نصر لكن الاحتلال يكرر كل يوم بأنه قضى على معظم الوحدات القتالية لحماس في خان يونس كما قضى أيضا على كل الوحدات القتالية لحماس قرب مجمع الشفاء كيف يمكن التحقق حتى إسرائيليا أمام جمهوره من مثل هذه الدعوة إذا كان هدف آخر كبير ألو هو الإفراج عن محتجزيه لم يتحقق حتى الآن بعد كل هذه الشهر الطويلة من القتال نعم صحيح لم يتحقق لا هذا ولا ذلك لا قضى على حماس ولا الاستعادة الأسرع الآن الجواب على هذه السردية الإسرائيلية الغير مرتبطة بالواقع هو ما حصل في الزنة وحصل في الأمن وما حصل حتى في الوسط بالأمس كان هناك قصف أيضا في القوات اليوم كان في قصف القوات في منطقة جحر الديك اللي هو النحال المتروك الآن اللي يسيطر على الحاجز الجغرافي الفاصل بين الشمال والوسط والجنب فبالتالي المقاومة لا تزال قادرة وتقاتل وهذه السردية للقضاء والقضاء والقضاء لا يفهمها إلا رئيس وزراء إسرائيل وإلى حد ما وزير الدفاعه حقيقة لا لا لكن مرة أخرى هذا الإخلاء لخان يونس لا يتعارض مع الذهاب إلى رفح بالعكس هو مطلب يعني البقاء في خان يونس لا يخدم الذهاب إلى رفح لأنه أيضا سيكون هناك جبهة أخرى وإسرائيل لا تستطيع أن تقاتل بكفاءة عالية وبكثافة عالية في أكثر من جبهة خصوصا في غزة قال جواب المقاومة من خلال أنفاق تستطيع أن تحضر وتتواجد وتتحرك بمرونة عالية وتواجد القوات الإسرائيلية في أي مكان فأعتقد هذا لا يتناقض مع هذا نعم في المقابل إذن يعني الانسحاب إلى أي مدى سيوفر من وجهة نظر عسكرية سيوفر أوراق قوة لعناصر المقاومة على الأرض لكي تتحرك بسهولة أيسر مما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية منتشرة في معظم قطاع غزة إذا ما أرادت قوات الاحتلال معاودة التواغل مرة أخرى قد يكون في تخطيط ضغط حقيقة إلى حد ما لكن لا شوف المقاومة ما يتعلق بالحركة وقابلية الحركة ومرونة الحركة في تحت الأرض متوفرة تمام فوق الأرض ممكن الانسحاب لكن الأهم أعتقد أن المقاومة في هذا الانسحاب تجد فسحة معينة لبعض إعادة التنظيم لبعض الصيانات خصوصاً إذا كان في عمليات تردم لبعض الحيون الأنفاق وهكذا هذا موجود يعني هذا الزمن سيكون في هناك عمل لفرق العمل المتخص لأنه في المقاومة طبعاً هناك وحدات خاصة للأعمال الإدارية والإسناد والصيان والعمل هذا الرحمن يسرون كبير في حالة الانسحاب لأنه تكون عندها حريف عملات حقيقية لكن بشكل عام الجيش الإسرائيلي في هذا الانسحاب هو مستفيد أكثر لأنه يخفف من الخسائر ويعطى فرصة لجنوده وقواته أن تعيد تنظيمها وتستريح بعض الوقت تعمل صيانة المطلوبة تعمل سد النقص في الدقائق المطلوبة هناك كثير أعمال تنو ويتحضر حقيقة إذا كان القرار السياسي ممعن ومصر على الذهاب إلى رفع وهذا لحد الآن هذا ما هو معلن إسرائيلياً رئيس الوزراء لا يزالي تحدث عن رفع في كل قوة وأنها قريبة حتى يعني لم نحدث معج لكنه يتحدث عن معج قريب وكانه يسابق الزمن مع صفقة التباذل التي تحاول أمريكا أن تضغط للوصول إلىها في هذه الأيام وبالتالي هذا موجود لكن ليس حقيقياً وليس أكيداً لأن الواقع الميداني حتى الآن ليس في صالح إسرائيل أن تذهب إلى رفع هذه حقيقة حقيقية بدون النقاش الآن انعكاس هذا الوضع على قرب التوصل لاتفاق إلى أي مدى من الناحية العملياتية الميدانية الانسحاب يسهل بدء تنفيذ أي اتفاق حتى لو تم التوصل له خلال الأيام المقبلة نعم الانسحاب يسهل أي مرحلة قادمة يعني الانتقال إلى مرحلة ثلاثة الانسحاب يقنم الذهاب إلى صفقة تبادل واتفاقية هدنة الانسحاب يسهلها ويسهلها الآن بدأ السكان في رفع يتحركوا شمالاً حقيقة طبعاً سيصطدموا بمنع إسرائيلي الذهاب إلى غزة كمدينة في الشمال خالص لكن إلى منطقة قانيونيس والشريط البحري في هذه المنطقة أعتقد المنطقة تحركوا عن خلاس تحركوا فبرضو الانسحاب يسهل حتى كمان الذهاب إلى رفع الانسحاب مطلوب هذا الانسحاب هذه فرقة تحتاج إلى راحة تحتاج إلى التنظيم تخرج مناطق تقطير صعبة على جنودها وعلى آلياتها كل إيجابي الحركة إيجابية إسرائيلية 100% وقد تخدم المقامة بعض الشيء صحيح لكنها هي انتقال من مرحل إلى مرحل الآن الشروط الإسرائيلية التي يتم تسريبها في المفاوضات للتوصل لهدنة أنها تريد تفتيش كل من يريد التوجه إلى شمال قطاع غزة إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك يعني شرط تعجيزي وغير قابل للتحقيق من أجل إفشال هذه المفاوضات بتقديرك وبالتأكيد شرط تعجيزي ومستحيل مقامة وفق عليه لأنه هذا يحكي أي حقيقة ويعني وكأنه ممنوع أن يروح للسماء لأنه هذا التفتيش مزيد من اللهانة ومزيد من اعتقالات وقد يكون مزيد حتى بدل القتل والتصفي لأنه هذا ما حصل سابقا وسيحصل بالتأكيد من رأوها وأعتقد هذه أكثر نقطة الآن الجدل فيها شديد بالنسبة للأمريكان حقيقة لأنه المقاومة والأمريكان أقرب إلى المقاومة في هذا النقطة من إسرائيل على فكرة يعني هم يوافقوا على عودة السكان لكن إسرائيل ستتعلم صحيح CNN تنقل عن مصدر مطلع أن واشنطن ترغب بعودة السكان لشمال قطاع غزة دون قيود وإسرائيل هي اللي ترفض هذا صحيح نعم هذا صحيح وليس إسرائيل كلها نتنياه من يرفض حقيقة نتنياه في مأزك حقيقي التهديد من قبل وزراء والمتطرفين جدا بين في الوستبرت بين انسحاب للحكومة إذا لم يذهب إلى رفع وإذا ذهب إلى صفقة بسروط المقاومة موجود فبالتالي أعتقد هو يحاول أنه يلعب عن حبل في هذا المنطق يعني لا يريد أن يقتر حلفاءه لأنه هذا يعني خسار في الجميع ومستقبل السياسي يصبح في خطر حقيقي ولم يعود على الأقل في المستقبل القليل أو أنه يخسر الأمريكان وموقف الأمريكان المتشجد الآن ولا أعتقد هذا الشدة مرتبطة كثيرا أيضا بموقف إيران ونيتها المؤكدة أن تضرب إسرائيل ضربة معينة بحدود معينة فأعتقد هذه العوامل هي قد تكون تحتاج إلى حال من التفكيق والوحيدين أنه يقدروا يأثر فيها أمريكان لأنه يجب أن يقرروا تقرارا ويضعوا لهذا القرار تبعات إذا لم ينفذ أما أن يبقوا يتحدثوا في هذه اللغة يعني إنسانياه لا يزال يعاند ويكابر ويشتري وقت ويحاول وكأنه يعني كأنه مضحك على الكل حقيقة يعني سواء كان الداخل أو الخارج الداخل الإسرائيلي حقيقة واضح أنه مرشح لتفاعلات كبيرة جدا أيضا سواء كان ما يتعلق بهذا الملف والأصدر وهو كبير جدا ويتقدم خصوصا ولاحظنا أنه حتى رئيس الألكان وهو زي الدفاع تقيروا لغتهم في أخر 24 ساعة وبدأوا يتحدث أن التحرير الرهيل الأولوي الأولى هذا لم يكن أول هكذا كان أدبياتهم أول تتحدث عن الحاق الهزيمة والضغط على حماس لكي نحر الرهيل الآن صارت الأولوي الأولى يتحدث أن الجيش قوي واستطاع أن يحقق أهداف كبيرة ويمكن أن يتحمل الصفقة فبالتالي ما عدا نيتنياه والثلاثي المتطرف اللي معه من وزراءه أعتقد الباقي في الحكومة الإسرائيلية وحتى في اليمين الإسرائيلي وحتى في حزب الليكوت أعتقد متقبلين لفكرة الصفقة ويعلم تماما أنه فعلا الجيش الإسرائيلي متعب تماما والاقتصاد الإسرائيلي متعب تماما والحالة الإسرائيلية أيضا مرشحة للانفجار إذا لم يصلوا إلى اتفاق مع المقاومة في الأيام القادمة شكرا جزيلا لك نائب رئيس هياة الأكان الأردني الدكتور الأسبق الدكتور قصد محمود شكرا جزيلا لك كنت معي من عمان شكرا جزيلا لك